وكنا قد اتصلنا بالخبير في شؤون غرب القارة الإفريقية اسماعيل الشيخ سديا من العاصمة سنغالية داكار للتعليق على موافقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقية مبدئيا على عضوية المغرب وقبول الشراكة الاقتصادية مع موريتانيا وعضوية تونس كمراقب نتابع موريتانيا وهي الدولة المؤسسة التي انسحبت سنة 2000 لها أسبابها المتفهمة في عقد الشراكة الاقتصادية المطلوب وكذلك الطلب التونس للحضور كدولة مراقبة أيضا هو متفهم لأن تونس لها بعاد إفريقية مهمة وتريد الاهتمام بمحيطها ولكن الفضاء المغربية بالنسبة لها لا يشكل أملا ولا حتى متنفسا ثم إن المغرب بطبيعة الحال استثمارات كبيرة وبعد دبلوماسية أحادية انسحبت خلالها ل34 سنة من الاتحاد الفريقي فإن عودتها متفهمة جدا بعدما عادت الاتحاد الفريقي فإنها بطبيعة الحال تريد أن تنضم لهذا الفضاء وقال للشخص دياء إن حضور رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بن يامين نتنياهو للقمة يأتي تمهيدا للقمة الإسرائيلية الإفريقية المرتقبة شهر اكتوبر المقبل بالعاصمة التغولية اللومي التي يتولى رئيسها الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقية بن يامين نتنياهو يريد أن يعاقب كل من لا يحب إسرائيل في إفريقيا بالمبالغة في حب من يحبها بحيث سيفتح مكتبا تجاريا في غرب إفريقيا وآخر في شرق إفريقيا بطبيعة الحال القمة الإفريقية الإسرائيلية ستكون مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل في شهر اكتوبر في التوغو والتوغو أيضا صديق لإسرائيل ورئيسها هو الذي سيكون رئيسا دوريا في بعد يعني لسنة كاملة بعد الرئيسة الليبرية إيلين جونسون سيرليف فور نياسينغ بيل الذي لا تحبهم عرضته وتعتبر أنه أن رئاسته لسدئاو رئاسته الدوري لسدئاو ليست فخرا لبلده توغو الذي ورث رئاسته عن أبيه هو أيضا صديق لإسرائيل وسيكون فاعلا رئيسيا في الوضع الجديد لإسرائيل في السدئاو إما كدولة مراقبة أو شريك استراتيجي وحول الوضعية في جينب ساو أكدوا للشخص دياء أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقية منحت الرئيس جوزي ماريو فاز ثلاثة أشهر لتطبيق اتفاق كوناكري من أجل حال الأزمة في بلده مضيفا أن الإكواس سيبرم شركات مع مجموعة دول الساحل لإيجاد حل للوضع في مالي السدئاو في هذه القيمة أعطت ثلاثة أشهر إضافية للرئيس الغينب ساو جوماف في تطبيق التوصيات كوناكري لحل حالة الأزمة السياسية في بلده ثم أبقت على القبعات البيضاء الموجودة التابعة لها التابعة لقوة إيكوموغ بدأت العشرين ألف فرد والتي تتواجد منها فيالق في جينب ساو منذ بدء المسلسل الديمقراطي مثلما أن أيضا المشكلة التي تتهدد الاستقرار في غامبيا يعني بدأت ترتفع هواجسها عن الشدئاو بحيث هو أن الوضع ما زال مستقرا حتى الآن كذلك فإن المشكلة المالي مهم جدا لأن بعض الشركاء فيه ليسوا أعضاء في السدئاو ولذلك يعود السدئاو على شراكة مع الجيسينك اشتركوا في القناة